طيب ختامة مقالة الأستاذ عماد حسين أشار لفكرة الإعلاميين وقال إن فيه كتير من الإعلاميين بيمارسوا حتة الانتماءات بنوع من التعصب الشديد جداً والتعبيرات حتى بالذات للكلام ليا مش لعماد حسين بعض كتير من الأستاذة الإعلاميين غير المتخصصين في الشأن الرياضي لما بيمارسوا الميول والانتماءات بيعبروا عن أفكارهم وأراءهم وأهواءهم لكن بينقصهم كتير من المعلومات فتلاقي الكلام رايح في سكة تانية خالص منهم الأستاذ عمر أديب بعد ما كان استضاف محمود عبدالرازق شيكبالا كان مستغرب إزاي الأهلي ياخد الدوري خمس سنين نسمعه الزمالك خد الدوري ليه فيه رفض للفكرة إش معنى إحنا كل ما الأهلي ياخد بطولة كرة خمسية نهني النادي الأهلي إنما مما الزمالك يا مؤمنين ياخد الدوري لازم نطلع في العبر هي فين دولة في العالم فيها نادي واحد خد الدوري هو هو من 2014 ل2021 أتحدى أنا عامل مسابعة وأتفع فيها اللي أنتو عايزينه طيب يا جماعة إحنا أسفين إحنا أخدنا الدوري السنة دي مبروك وقل بالصفحة إنما نطلع في العبر شفته مش عارف مين أعمل إزاي شفته الفار أصله مش عارف إيه شفته الحكم مش عارف شفته الاتفال شفته إحنا عمرنا ما فتحنا بقنا ده دوريات كتير كان فيها ديها 97 و98 ومش عارف ولا فتحنا بقنا الأهلي ياخد الدوري مبروك يا باس روح الفنين للحمر أي حاجة بقى بنولي مبر قارن السنة دي لعيبت الزمالك بلعيبت الأهلي الأهلي لما تعور فيه لعيب الدنيا بازت الزمالك السنة دي 22 لعيب ألماظ طيب أستاذ عمر قالك أراهن بأي حاجة عندي معرفش هيئة إذا يراهن بأي حاجة زويره عندي ولا لأ إنه فيه فريق في الدنيا خد الدوري خمس سنين وإزاي ده يحصل وبيحصلش في أي دولة وبيقولك أراهن بأي حاجة عندي أنا أتمنى إنه يفضل يراهن لأنه أعتقد ألمانيا دولة من دولة دول كرة القدم العزمة شفتوا عملت إيه في كاس العلم في 2014 في البرازيل الهزيمة المزلة في تاريخ البرازيل على إيد الألمان يعني فيه كرة قدم في ألمانيا طب إيه رأيك بقى أستاذ عمر إنه في ألمانيا بايرن ميونيخ أخد الدوري مش خمس سنين آخر تسع سنين إيه رأيك تراهن بقى ولا ما تراهنش لا مش فاهم يعني بس استنى لحظة وهو عمال بيدينا هذا الدرس الجميل آآ وإنه عنده غصة إن الأهل ما قالوش مبروك ما باركش ما باركش وما معناها بيشكك يعني في البطولة بيقول زعلانين ليه هم زعلانين ليه عمالين يقولوا التحكيم والتحكيم والكلام ومجرد سؤالك ده آآ معناها إيه وانت بتقول لهو في نادي خط خمس سنين يعني إيه عايش تقول إيه معناها إيه ما أنت بتشكك بالزبط يا أستاذ عمر هو ده المشكل هو ده المشكل إن إحنا ما نخدش بالنا من كلامنا ومن تصرفات حقيقة إيه أنت كنت كتير جدا بزكاء شديد تأخذها في سكة الدعابة تتاريق مش عارف إيه عشان إيه من الآخر كده محدش ها تبقى بيدي لا بيدي عمر أو بيدي عمر لا بيدي عمر من خط بالك فماشي لكن هو الأهلي كمؤسسة بقى وده سؤال مهم جدا ليه ما باركشي لزمالك السنة دي ليه ليه الأهلي ما باركشي الأهلي المبدئية لما بيتكلم على الحقوق القانونية اللي أهدرت ليه في المسابقة سواء ما يتعلق بعدم التوزيع العادل للأحمال البدنية والمباريات المضغوطة أو سواء الأخطاء التحكمية اللي حدست في المسابقة وعدم فعالية خاصية الفار في معظم الملاعب على نحو العادل ده اللي النادي اللي أتكلم فيه أو إعلام النادي اللي أتكلم فيه ودي ما لاش علاقة على حوادث محددة مين يأخذ الدوري لكن أنا ليه حقوق مشروعة من وجهة نظري بقى أثبتها من خلال الخبراء ولما هنا في مالك وكتابة احتكمنا إلى رأي خبراء التحكم في القناة الناخلة للبطولة لا كمان كمان مش قناة الأهلي لما توبقى باني زهوك إنه لما تفارد طبق إذا مالك كسب هو أنت اللي ربط أجا أقولك لأ أجا أقولك لأ لما الفارد طبق دي مش لمصلحتك اللي استشهاد بالفار لأن فيه واحدة ثلاثة بالضبط فأنت يعني أنت ده ردا على اللي بيقول لما الفارد طبق حقق العدالة لا لما الفارد طبق لم يحقق العدالة قال كان بقى أخطاء ولا متعمد الناس عندها والخبراء يقولوا والخبراء قالوا واخد بالك وورا